وعشرين شعبان يعني ربنا رائد أنصوم رمضان مع بعض انت ايه ده انت بالبتش جلبية ليه ما دي جلبية باش ده قميص مش جلبية السلام عليكم السلام عليكم أهلا يا حامد تعال سلم على عمك ناجي بيك عطالة وأخواتك من مصر أهلا بالعم ناجي حامد ابني نقيب في حماس ونعم الناس قدتوا لنظرتوا وصمدتوا وقفتوا قدام الجيش الإسرائيلي وعلمتوهم الأدم السلام عليكم يا جماعة وعليتم السلام ناجيب ابني الوسطاني أمين سر الشبيبة في غزة منفتح ونعم الناس انتوا تاريخ النضال الفلسطيني انتوا لأطلقتوا أول رصاصة ورميتوا أول حجر بسر خير يا جماعة بسر خير ياسر ابني الزغير آخر العنقون وده معدول ولا معدول لا هذا مع المرستان هذا بحاله بس أنا كاما يا جاسر رابع كمبيوتر ونعم الناس أنا عاد إلي دماغ لحالي غير أخويا حامد وأخويا ناجيب أنا شخصيا شايف أنه مفيش فايدة عشان هيك كل أسبوع زمن وبخلص الجامعة وأهج بعيد عن هام أنا بقى بحب الدماغ دي أوي أصلا أنا زيك كده غوي هجاجاني ونوي تروح فين أمريكا؟ أعوذ بالله إيه في إيه؟ لا يا عم أنا مرتب حالي على السويل هم الخواجات صحة في أوروبا ده أنت تلاقيك مربط مع مزة هناك يا عم هي هيك صار إنا أربع سنين متقابل عشاد قمر بتقول للقمر قوم لقعد مطرحة إيش يا بش مهندس ليش قاعد بعيد هيك؟ إحنا ما بنحكيش في السياسة يا زلمة لا أصلا أنا أمي وحشيتني يا عمي بس هيك طب ما تحكيها؟ هو ممكن خد بس دير بالك أحصل بكتع على طول أنتو ما عندكوش ديسكو في غزة؟ طيب هاي يا بابا وأنت وحشني أكتر يا حبيب تؤمني على صحياتك يا سيديناك كويس الحمد لله المهم أنت خلي بالك من نفسك لا لا أبو المكيبش في وقت الكلام ده أنا أصلا مش هينفع طول في المكالمة بس أنا أحاول كلمك قريب إن شاء الله خلي بالك من نفسك يا بوكباتر هاي يا وكب لا إله إلا الله والله يا أخي حامد اللي انتو بتعملوه ده ربنا هيكافئكم عنه ويتجازيكو خير إن شاء الله عشان كده الشعب يختاركم ومهما كانوا الصهينا عندهم سلاح ومهما كانت أمريكا بتساعدهم دولة الفجوري والضلال والفسق قادر ربنا ينصرك على القوم الكافرين يقول تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم الله يفتح عليك يا شيخ حسد إنما أنت ما قلت ليش إيش جيين تسوهان ده سؤال لا أستطيع الإجابة عنه يا أخي حامد أعذرني لكن تأكد إننا بصدد مهمة كبيرة جداً ادعي لنا يا أخي حامد ربنا ينصرنا ادعي لنا شباب لو بدكوا أي شي ها أي شي قولوا لي ما تخجلوا وأنت إخواتي ها ربنا يحفظك يا أبد الأصول يعني لو سمحت أنا أجيب ممكن أطلب منك طلب أنت تؤمر تهمي كنت عايز تليفونك أتمن على خطيبتي في مصر بس هيك تكرم عيونك بس هيك طلبها شكراً لما حماس مسكت السلطة بعد الانتخابات طلبوا من فتح إنهم يسلموا سلاحهم با دا المفروض برضا بطاليا أصلهم دلوقتي السلطة التشرعية عشان المسائل متبقاش فوضى منيح ابني نجيب ما رضيش يسلم سلاحه كان ابني حامد وقف له الولاد كانوا حيقعوا بعض يا ناجي بيك ألا ودي شغلانة إيدي وانت كان رأيك إيه مفيش حدا بيسلم سلاحه البلد معرّن للضرب كل يوم يا ناجي بيك نحن قبل ما نفتش بعض لازم نشوف في الصهايلة إيش بيسووا نحن واقفين البعض وسحيبين عدونا يم رحب كيب وانت شايف آخرتها إيه يا أبو طاري حينا عايشين لبين ما نشوف آخرتها وإلي عمرين ما تبين يا ناجي بيك نحن سوينا اللي كترنا عليه والدور دلوقت للشباب الحياة الشكلو ما يطمنش أبدا أبو طاري إيش آخر أخبار النقطة في مصر لا يحنا عايزين بقى نسمح نقطة غزوية أصلا عندنا أزمة نقطة كبيرة في مصر قولي لأنت واحد يا يسر طيب اسمعوا في تنين محششين من غزة واحد بيقول للتاني إيش رأيك إحنا لتنين نصير فنانين قالوا كيف؟ قالوا بسيطة قالوا أنت بتصير فنان تشكيلي وأنا بصير فنان أشكيلة سأخبرك طب اسم عدي غزاوي هوحج انا لا يعلم ذلك قم ت solche Tweome تأكون قصير أنتから ها اه ها اه ها اه ها اخري بعه لك يا اسر دماغه مجلوبه طول النهار والليل يتمسخر وبينكد طب اسمع هادي قررت الغزازوة والنبالسة والخلايلة يبني جسر بينها البدن الثلاثة الغزازوية قالوا الحديد علينا والنبالسة قالوا الحجارة علينا والخلايلة قالوا الإسمنت علينا بعد أسبوع وقعها الجسر فوق دماغ الناس قالوا الخلايلة يا خسارة راحوا الإسمنتات والنبالسة قالوا يا خسارة راحت الإسمنتات والنبالسة قالوا يا خسارة راحت الإحجارة الغزازوية قالوا منيح ما حطينا حديد كان راح علينا أنا توت وأنا كمان طب يضحك عشان الحديث لا اسمع هادي يا ناجيبك اعلنوا منع التجول في غزة قام طلعوا اهل غزة عشان يشوفوا ايش القصة بتحكوش ليه قول لي يا ابو طاري هو انتو قرابي الصعايدة اي نعم احنا اولاد عم الصعايدة يعني لو ما كانش فينا عرق صعيدي كنا صمدنا كلها الصمود يا ناجيبك ايه دا مش نقطة اه والله ليك حق ابو طاري طبعا اذنك بقى يا ناجيباشا على فين ابراهيم هنزل مع ياسر شوية فرجني على البلد اصلي عملي ما شفت غز يا سلام والله اه 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 دا ما تلبليش دمار خليهم يطلعوا يطشوا الشباب بدهم يتفسحوا شوي غزة كلها شارعين يلفوا لفتين وبيرجعوا على طول طب يالله بس ما تأخروش على طول عمي